رغم الزيادة في الرسوم الجمهورية التي تم تحصيلها بناء على قرارة سابقة من الإدارة الأمريكية ارتفع العز المالي الأمريكي في ربع الأول من العام المالي 2019 من حوى 94 مليار دولار ليبلغ إجمالي العز 319 مليار دولار تعزى هذه زيادة إلى ارتفاع معدل الإنفاق من حوى 100 مليار دولار الزيادة في النفقات شملت خصوصا برامج الرعاية الصحية وبرامج الضمان الاجتماعي وكذلك الإنفاق على الأسلحة الدفاعية بالإضافة إلى 18 مليار دولار وهي زيادة في الفائدة على الدين العام الذي بلغ هذا الشهر رقما قياسيا مقداره نحو 22 تريليون دولار إذا نظرنا إلى ما حدث في العام الماضي فإنه ليس الضمان الاجتماعي أو البرامج الصحية السبب وراء العجز إنها التخفيضات الضريبية التي بلغت نحو 165 مليار دولار وأدت إلى ارتفاع العجز بهذا المقدار إذا نظرنا إلى توقعات البنك المركزي لمدة عشر سنوات فإن الإنفاق على الفوائد الخاصة بالبرامج الصحية بالنسبة لكبار السن ترتفع والفائدة على الدين ترتفع ولكن شيء آخر يتجه نحو التراجع وزارة الخزانة أشرت إلى أن السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2018 بلغ عز الموازنة فيها 779 مليار دولار بزيادة قدرها 17% عن العام السابق لكن من المتوقع أن يرتفع العز هذا العام إلى 900 مليار دولار وفقا لتقديرات مسؤولين في الخزانة الأمريكية اللافت هو أن هذا العجز أقل مما كان عليه في عامين 2009 و2010 والتي وصل فيها إلى ارتفاعات تاريخية لكننا نتحدث عن عجز اليوم يأتي في ظل نمو اقتصادي قوي وهنا يمكن الفارق الكبير حاولت الإدارة الأمريكية تجنب ارتفاع العز فاتخذت إجراءات صارمة وعززت الضرائب على واردات الصلب والألمينيوم من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قطعات أخرى في محاولة منها لحماية الصناعة المحلية وهو ما أدى إلى نزاع تجاري بين أمريكا وشركائها عجزت المفاوضات عن إيجاد تسوية لها حتى الساعة تسببت هذه البيانات بحالة من الحذر والترقب في وولستريت رغم التفاؤل بقرب تواصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين خلال محادثاتهما التجارية الجارية في الصين هذا الأسبوع حسين إبراهيم للإخبارية نيويورك